أعلنت سامسونج رسميا عن جالكسي A13 5G أرخص هاتف من الشركة يدعم شبكات الجيل الخامس حتى تسجيل هذا التقرير دعونا نتعرف على مواصفاته وسعره لم يأتي جالكسي A13 بجديد يذكر من ناحية المظهر تصميم اعتدناه على أغلب تصميم الهواتف الاقتصادية هيكل وإطار بلاستيكي وظهر نضم نافذة الكاميرات من وضعة رأسيا تضم ثلاث عدسات من الأمام يظهر الهاتف أنه بشاشة انفينيتي V أي بنوتش صغير من الأعلى مع حفة كبيرة نوعا ما أسفل الجهاز على اليمين نجد زر الطاقة مدمج بمستشعر بصمة مع أزرار خفض ورفع الصوت وعلى اليسار مدخل الشريحة وكرت الذاكرة وفي الأسفل مكبر صوت ومدخل شحم من نوع C ومدخل سماعات 3.5 مليمتر أبعاد الهاتف تأتي بطول 16.45 سنتيمتر وعرض 7.65 سنتيمتر وسماك 8.8 مليمتر مع وزن 195 جرام قدمت سامسونج في جالكسي A13 شاشة من نوع LCD عادية مقاس 6.5 إنش بدقة HD بلس بكثافة 270 بيكسل في كل إنش وإن كانت هناك نقطة وحيدة تميز الشاشة فهي معدل التحديث الذي يصل حتى 90 إطار في الثانية ما قد يساعد في عرض رسوميات الألعاب بسلاسة وسرعة دون أي مشاكل غير هذا فالشاشة عادية من ناحية الجودة والألوان ويضم الهاتف شريحة Diamond City 700 5G كمعالج ثماني نوا بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر بتردد يصل حتى 2.2 جيجا هيرتز وكذلك مرفق بمعالج رسوميات Mali-G57 MC2 مع نسخة وحيدة من الرام 4 جيجا بايت وذاكر التخزين 64 جيجا بايت مواصفات الجهاز تعيد المستخدمة بتجربة استخدام مريحة فيما يخص تصفح التطبيقات والانتقال بينها على نظام Android 11 المبنية عليه واجهة سامسونج One UI فيما يخص التصوير قدمت الشركة وحدة عدسات متوقعة ومعتادة بعض الشيء من أغلب الهواتف الاقتصادية كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 واخرى ثانية لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.4 وثالثة بنفس الدقة وفتحة عدسة للعزل عن الخلفية بالإضافة لكاميرا أمامية جد عادية بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.0 الهاتف يقدم بطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن قدرته تصل حتى 15 واط جالاكسي A13 5G ستوفر باللون الأسود فقط بسعر 159 دولاراً دون معلومات عن موعد التوفر في الأسواق العربية الآن نترككم مع سعر الهاتف بمختلف عملات الدول العربية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة